طيب أنا بس عندي بعض الملاحظات اللي عايزة أقول لحضركم وهو انضمام عمر زهران لأول مشاركة ليه مع المنتخب الكبير بل أول مشاركة ليه على المنتخبات شباب وكبار وكل شيء عمر زهران هنا ضرب مثل ما تيقس عمر زهران ما اتخذش أي منتخب في سنه هتقول ليه السبب؟ مش وقت إن أنا أذكر الأسباب ولكن عمر زهران ما دخلش أي منتخب في سنه وبالمناسبة كمان عمر زهران ما اتطلبش في القايمة الأولى اللي استدعت مع اتحاد السنة طلبة عمر زهران اللي عايز الشمال صورته هو بيدفع على شوشة في المعسكر التدريبي اللي كان في برج العرب عمر زهران ما دخلش أي منتخب ييجي الزمن وربنا سبحانه وتعالى يشاء أن يأتي مدرب كندي يشوف المنتخب ويشوف العناصر ويرى أن هذا اللعب يستحقه أن يكون في منتخب مصر نفس الموقف حصل مع العبد الله بس أنا لعبت منتخبات ناشئين لعبت كل منتخبات سنة ولكن منتخب الكبير اتخذت على يد أيضا أحد المديرين الفنيين الأجانب الأمريكان واللي طلب هيسم السعيد واسماعيل أحمد والغنام طلبهم بالإسم قبل أي لعب تاني عشان نلعب بالمناسبة بطولة سبعة وتسعين في السنغال أيضا أول بطولة هي منتخب سنة سبعة وتسعين يعني بعد خمسة وعشرين سنة للتاريخ بيعيد نفسه مع عمر زهران لكن الفرق أن عمر زهران ما تخلش أي منتخب سغيرين إذن لا تيأس ما تيأس أبدا